نظم حزب المؤتمر أول مؤتمر جماهيري له لدعم المرشح الرئيسي عبدالفتاح السيسي ذلك بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء واستحضر كبير من أهالي ومشايخ قبائل المحافظة وأكد الحزب عن تضافر كافة جهوده التنظمية والهكالية خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة فيما أشاد الحضور بالإنجازات التي تحققها الدولة خلال السنوات الماضية شملت كافة القطاعات على مستوى محافظات الجمهورية لسيما محافظة شمال سيناء نهاردة جايين مدينة العريش لإقامة بؤتمر لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة لأنه رأينا في الحزب أنه هو الرجل المناسب في تلك الفترة نحن خلفه بكل قوة بكل مئتين من قوة جميع الجبائل العربية اللي مشرفانا في المؤتمر مؤيدين لسيد الرئيس البنارات واليوفط تدل على ذلك حضور المشايخ والعواقل والشباب وأبناء سيناء تدل على ذلك فسيناء هو يستحق منها وهي تستحق منه نتقدم باسمي وباسم مشايخ شمال سيناء بخالص الشكر وعظيم التقدير على المجهود الكبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على القضاء على الإرهاب وعودة الاستقرار لقرى محافظة شمال سيناء وبداية التنمية الحقيقية على أرض شمال سيناء النهاردة بنحتفل بافتتاح مقر لحزب المؤتمر بقيادة الربان عمر صبيدة في المدينة الشبابية بمدينة العريش وطبعا ده نتاج أو ناتج من فترة عصيبة مرت بمحافظة شمال سيناء بالقضاء على الإرهاب وعودة الاستقرار لمحافظة شمال سيناء كل شعب سيناء وراء الرئيس في الانتخابات الرئيس ده خلى لنا قيمة عمل لشمال سيناء وضع الحمد لله في أمن وأمان بعد الانتهام الإرهاب والقضاء عليه الرئيس احنا بنأيد في كل خطواته سواء الخارجية أو الداخلية واحنا كلنا وراء الرئيس لأن ده اللي خلى لنا مكان غسط العالم احنا متفائلين خير ان شاء الله في جمهورية جديدة تنمية فعلية على أرض شمال سيناء يلمسها جميع وتوطين جميع مواطني مصر أو محافظات الجمهورية بشمال سيناء لما عنيناه من تفريغ سيناء لسنوات طويلة نستفيد من الدرس اللي شفناه اللي اتعمل في سيناء من السنين اللي فاتت من زي ما اتعملش حيات زي كده ودعم الرئيس لسيناء في الإرهاب والشي الإرهاب ودعم لوقت السكة الحديد وكل الطرع والحيات اللي شغالها في شمال سيناء فالحمد لله يعني دعم شفناه شاب لكده فالحمد ابن شغالي ساتر رئيسين شاء الله